يشهد التعاون الاقتصادي بين الصين والامارات نموا متزايدا مستفيدا من مزايا عدة تتيحها الدولة الخليجية وتعد زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج الى دولة الامارات فرصة لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين وعقد شراكات جديدة في قطاعات مثل التمويل والطاقة والزراعة هذه الزيارة تؤكد اهمية العلاقات الصينية الاماراتية ونأمل من خلال تلك الزيارة ان نفتح الكثير من مجالات التعاون المختلفة سواء اكانت سياسية او اقتصادية او اجتماعية ايضا ويعمل مجلس الاعمال الصينية على تطوير العلاقات وتعزيز التعاون بين الشركات والمؤسسات الصينية في دولة الامارات كلها تصب في فائدة وجدوى هذه الزيارة وكيف ستكون فائدتها على الشعبين سواء كان على الصعيد الاقتصادي الثقافي او حتى الاجتماعي وتنتشر الشركات الصينية في دولة الامارات بقطاعات مثل النفط والغاز والبناء والموانئ والتكنولوجيا ويقدر عددها باربعة الاف ومئتي شركة اما رصيد الاستثمار الاجنبي المباشر من الصين الى الامارات فبلغ تسعة مليارات ومئة مليون دولار نهاية 2017 وشهد العام الماضي وحده تدفقا استثماريا مباشرا من الصين الى الامارات بنحو ستمائة وعشرة ملايين دولار كما وصلت قيمة التجارة بين البلدين الى ثلاثة وخمسين مليارا وثلاثمائة مليون دولار خلال عام 2017 وتعد الامارات الثانية اكبر شريك تجاري للصين في الشرق الاوسط وشمال افريقيا اشتركوا في القناة